قضية من نوع آخر ضرب أمنية في كلاجنفورد القبض على تاجر مخدرات بكمية ضخمة من القنب الراجل دو 44 سنة مبيعات تخطط 500 مليون يورو وجدوا عنه 16 كيلو جرام من عشب القنب شايف موضوع الجريمة في النمسا بشكل عام من ناحية قطل يعني انت بتشوف احنا حاليا دلوقتي تريبا ما فيش يوم بيعد علينا إلا ما نلاقي يا قريمة مخدرات يا قريمة أتلى طبعا هذا الخبر يوجد خبر آخر يوجد خبر آخر أيضا النبسة تكشف عن أكبر عصابة وتضبط 500 كيلو يعني أنا هذا الخبر بصراحة اللي يفترض المشاهد والمتابع يسمعوا ويشاهدوا هيا سيد هيا سيد كارني هامر هيا سيد كيكل عصابات بآلة سنين سنين بتمارس الجريمة والتجارة بالسموم وبتقتل أبناء هذا البلد من خلال هالمخدرات هاي هي الجهات هاي العصابات هدول اللي بدهم مؤتمرات صحفية ومتابعة ومكافحة الإرهاب شوف تخيل يا راجل شوف هالمناظر هاي شوف هالمناظر شوف هالكميات المهولة هاي شوف هالأموال شوف هالمناظر هاي يا راجل شوف هالكلام هاي بصراحةそرا natives شيء غير مفهوم يعني على أي أساس وكيف وشلون هدول بقالهم سنين بيتاجروا بيجيبوا هالكميات لا معناته أنا هون أشكك بصراحة أنه أنه لربما هنا فيه تعاون مع سلطات فيه 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 يعني مو معقول مو معقول هالكثافة الكبيرة شوف دهب شوف أنصات دهب هون لاحظ فرج هون معي اللي عم بيقات بالصورة أنصات دهب موجودة شوف كمية المبالغ شوف كمية المخدرات المصادرة طبعا بقالهم على مدار يومين هدول اللي عم وين الدجة الإعلامية أنا هذا الخبر نحن هون لما نقلناه بصراحة نقلناه بصراحة على النمسا ميديا يعني بالصدفة لنا على موقع وكالة الأنباء النمساوية متخيل؟ متخيل؟ هون بالتالي بتلاقي صحيفة هويتا وغيرها بلزقولك بخبر عائلة سورية تحصل على 4600 يورو ما ضل قضية بالعالم لهذا شوف هاي ملايين ملايين آلاف الأفراد الشباب والشابات اللي تسمموا بهاي المخدرات وين كانت النمسا؟ وين الإعلام؟ ليش تضخيم قصص وتنفيذ قصص محددة؟ يعني فعلاً نحن اليوم الإعلام بالنمسا والحالة السياسية بالنمسا أنا أراها بكتير من الحالات أحياناً لا تختلف عن سياسة وحالة العالم العربي أو ما يقال بالعالم الثالث بكتير بالتعامل مع القضايا يعني بنفخه قضايا وبنفسه القضايا فقط للاستغلال السياسي ومع الأسف هو الضحية دائماً عما يكون المهاجر أو اللاجئ أو المستضعف أو الفئة الضعيفة وبالتالي السياسي وضابط المخابرات المتهم بقضايا فساد واللخان وبتلاقي هذا ما هذا أي ما من أرضه وليس أكثر من بعبعة إعلامية وكما قالت السيدة المزادس وزيرة العدل القانون في النمسا زو طبقتين طبقة العوام وطبقة الأسياد ترجمة نانسي قنقر